مشكلة الدولة دلوقتي إنها ماشية باللقطة أنصاف موهوبين أو معدومي الموهبة كل حلتهم إنهم يدعوا ويأخذوا اللقطة يسرقوا مش يقتبسوا وبعدين لما حد يقولهم أنتوا سرقتوا ييجوا يقولوا لا ده إحنا مستهدفين عشان إحنا بنحب البلد والإخوان بيستهدفونا إذن اللي بيهاجمني أنا بيهاجم مصر مثال على ذلك الأستاذة الفنانة غدوالي غدوالي وسرقات غدوالي المتلاحقة التي لا تهدأ لا تهدأ من فضيحة للتانية فضيحة بمعنى كلمة فضيحة لأنك بتبقى سارق أستاذة غدوالي لأتولنا بقى غدوالي وهي بتقولك أنا لا أجذب ولكني أتجمل غدوالي السيسي كرمها في 2018 على هامش منتدى الشباب العالم وعلى أساس أنها مبدعة وأنها حد يعني من الآخر واحدة بتقدم جهدها الفني على شام مصر ولأنه جاهل وجاهول ما تأكدش لهو والأنظامه من اللي بتعمله فطلعت كل الإبداعات اللي بتقول عليها مسروقة زي إيه؟ تعالوا نفتكر مع بعض يوليو 2022 فنان روسي يتهم المصرية غدوالي غدوالي بسرقة رسوماته ومش بس سرقتها ده راح تجملت بيها المترو في 16 مايو 2023 فنان روسي بيتهم غدوالي وشركة بيبسي بسرقة رسوماته وعملوها في إعلان خاص ودلوقتي بيطالبهم بتعويد الفنان الروسي جورج كرواسوف قال للمصر اليوم أنا بنتظر حكم القضاء المصري وغدوالي أصلا ما تصلتش بي تعالوا نشوف تعليقات الناس تكلمت أصديف ضيحة وكأنها بتتعمت تسرق لأنها مش مرة ولا اتنين سرقت قبل كده وحطت على في كلية البنات ومحط كلية البنات وشالوها لما الفنان تكلم وطلعت عاملة إعلانات بيبسي برضو سرقاها وجابوها تتكلم مبارح بتقول عادي ما الكل بيسرق وأنا بحب مصر والنازي ما بتحبش مصر هو بيهاجمني عشان ما بيحبش مصر وعيلتي ضد الإخوان فهما بيهاجمونا أي كلام كل واحد فيهم فاشل بيختزل الوطن في نفسه علشان يبرر لنفسه اللي بيعمله سرقة الكذب الادعاء والحجة موجودة نادية تعالى نشوف تويتر تويتر تكتبت عن الموضوع وقالتها الصحفية الأستاذ نادية أبو المد قالت الفنان الروسي جورجي كوراسوف قال ما اكتشفته أن الحملة الدعائية للمشروب الغازي بيبسي كانت في 2018 حيث استخدمت غادة والي بالفعل جزء من لوحاتي لكن أحد لم يلاحظ الأمر لذا تجرأت تجرأت أن تكرر الأمر ثانية بعدها من خلال استخدام أربعة من لوحاتي لمحطة المترو وحاول كيفية ما عرفته بالأمر قال إيه؟ قال أنا عرفت عن الحالتين من خلال بعض المصريين المهتمين بالأعمال الفنية اللي برسمها سواء في حالة المترو وحالة المشروب مواطنين المصريين كتبوا لي على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي ولفت كوراسوف إلى أنه اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع طيب عدل سمير كتب بوست عن اللي بتعمله غدا والي من ادعاء ومن سرقة عشان ملهاش حاجة تانية نجيب مع بعض لو سمحتوا البوست عدل سمير قال اللي على اليمين تصميم المبضعة غدا والي لحاملة بيبسي سودانيا عشرين 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 واللي على الشمال ده عمل فني للفنانة الروسية أيوة روسيا تاني أيوة جماعة أيوة روسيا تاني الفنانة دي اسمها نادية كرابس سنة 2018 فبيقول لها ده أنت تخصص روسيا بقى ولا علشان جوزك اسمه حسن أبو الروس واضح أنه هي مركزة وكله سرقات صورة تانية بتقول أو بتتكلم عن المحامي محامي غدا والي عن اتهمها بسرقة لوحات الفنانة الروسي بتقول أن دي مؤامرة على مصر اوف 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 موضوع كبر المحامي بيقول دي مؤامرة على مصر وللإخوان دور لا إله إلا الله الإخوان سابوا بقى المرشد المسجون والستين ألفة معتقل واللي بيموتوا وعدين بقى مركزين مع الأستاذ غدا والي وبعدين أصل بقى استهداف غدا والي اللي بتسرق الرسومات بقى استهداف لمصر مصر مش هايفة كده يا غدا مصر كبيرة يا بابا ما تلعبيش اللعبة دي ما بقيتش بتجيب طيب نشوف الأستاذة الزميلة أسماء شكر نشطها الصحفية بترد على غدا والي فبتقول إيه؟ بتقول محامي غدا والي المتهمة بسرقة تصميمات الفنان الروسي ونسبها لنفسها بيؤكد أن التهمة الموجهة لمواكلته مؤامرة على مصر والدولة المصرية والإخوان هم السبب ياه بقلنا فترة ما سمعناش هذا الكلام الدرر حتى فستان البطانة بتاع رانيا يوسف الإخوان المسلمين كانوا موقفين اتنين عند لمؤاخذة ينفخوا عليها هبت منهم قوي ده كلام أسماء شكر غدا والي بتدفع عنها تفعي بقى افتراءات خالد والي بتقول لكم أنا مش قريبة حد ودخلت منقصة مع الشركة الفرنسية وكسبت أنا بسرق الصور والتصميمات بعرق جبيني عمر أديب أحرق غدا والي في مقابلته معها مبارح قال لها إيه؟ قال لها مفيش خبير فني وافق على التعليق ببرنامجي على ريسوماتيك يعني اللي هو إيه؟ يعني فاهمة يا غدا لمؤرزة يعني أنت اللي بتعمليه حتى دون المستوى ومفيش خبير فني واحد يعني يعلق في برنامج عمر أديب على ريسوماتيك ودي طبعا مؤمر إخواني إحنا عارسين طبعا طبعا كان الإخوان واقفين هنا والمسلمين واقفين هناك وهم على صرخة واحدة معلقش على الفن والإبداع ده جماعة عشان أعلى من مستوان غدا والي تعترف أنا مش فنانة تشكيلية أصلا يعني أنا مش بتاع التشكيل ولا فن ولا أي حاجة جماعة أنا تأثرت بالفنان الروسي صحيح بس أنا مش فنانة تشكيلية أنا أتخصص ناتش بس أنت شو أجري زي الفنان القادير اللي كان بيقول أنت شو أجري طيب أنا عندي عمر أديب ومش عايزة ضايع وقتكم ونقعد نسمعها غدا والي كذبة كبيرة زي الكذبات الكتيرة اللي عايشين فيها من أول انقلاب العسكري كله بقى كده السياسي بيجذب ويوهم نفسه أنه سياسي وأنه لي لصوته أو لرأيه قيمة الفنان بتاع الكرة والرياض ده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بس خلاص الحمد لله يعني المسبة دي هتنتهي ولكن للأسف أنصاف الموهوبين ومحترفي الكذب والإدعاء بينشطوا مع هذه الأنظمة تخيل دي بكل هذه السرقات طلعت مش فنانة تشكيلية وطلعت السيسي مكرمها